اشتركوا في القناة التي ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال الشهر أغسطس الماضي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والتي شهدت مشاركة جميع الأعضاء وقد رحب سموه بالجهود التي يبذلونها في التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنفيذ توصيات وخطط وبرامج اللجنة بما يتوافق مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تساهم في مزيد من النهضة والرفعة والتقدم لقطاع الشباب والرياضة وخلال الاجتماعات اطلع سموه على الموضوعات التي تمت مناقشتها والتي اتخذت فيها اللجنة عددا من القرارات التالية أولا التنسيق مع الاتحاد البحريني لكرة القدم على وضع تصور متكامل للدورية المفتوح متضمنا القوانين والمعايير والفترة الزمنية وعدد الفرق المشاركة ثانيا وجه سموه إلى التواصل مع الاتحادات للنظر في طرق زيادة الأرباح وتحفيز اللاعبين لإنجاح الدوري ثالثا وجه سموه لتحويل صالة الجفير الرياضية لصالة متعددة الأغراض رابعا متابعة آخر المستجدات في جمع وتوثيق الإرث الرياضي لمملكة البحرين وتقديم الشكر للجنة التوثيق على جهودهم الكبيرة خامسا وجه سموه لتحديد رزنامة موحدة للرياضة سادسا التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لتقديم حلول لترخيص نشاطات الطعام المتنقلة سابعا وجه سموه لتخصيص الساحة المقابلة لأستاذ البحرين الوطني لعربات الطعام المتنقلة وقد حث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجميع على مواصلة الجهود بهدف تنفيذ البرامج التي تساهم في تنمية وبناء وتطوير الحراك الشبابي والرياضي في المملكة ترجمة نانسي قنقر